مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس اللغة العربية أنوان الدرس إنا وأخواتها بسم الله نبدأ لا ننسى أيها الطلاب النجباء قيمة اليوم القيمة الإسلام علم وخلق أي أن إسلامنا الحنيف يلعنا إلى العلم والتسلح بالخلق أولا عبر معي عن هذه الصورة بجملة اسمية عبر معي عن هذه الصورة بجملة اسمية مناسبة منكم من يقول البحر جميل ومنكم من يقول الشمس ظاهرة اقرأ معي هذه الجملة كأن البحر مرآة يبرز إبداع الخالق شبه هنا البحر بالمرآة التي تعكس وتظهر إبداع الخالق عز وجل من هنا أيها الطلاب ندخل إلى أهداف الدرس أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتعرف الحروف الناسخة موضحا دورها في الجملة الإسمية وأيضا أن يفسر معاني الحروف الناسخة أن يفسر معاني الحروف الناسخة بشكل سليم نبدأ بالهدف الأول أن يتعرف الحروف الناسخة موضحا دورها في الجملة الإسمية أي ما هي الحروف الناسخة وما دورها في الجملة الإسمية نعرف ذلك من خلال هذه الجملة اقرأ معي المؤمن مجاهد كما درسنا هذه جملة إسمية بدأت بإسم ونقول عن الإسم ابتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وخبرها مجاهد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أدخل على هذه الجملة إن ماذا تلاحظ من تغيير إن المؤمن مجاهد هل حدث تغيير في الجملة؟ نعم المؤمن كانت مرفوعة أصبحت منصوبة بالفتحة ومجاهد مرفوعة ظلت كما هي مرفوعة مثال آخر المسلم صادق جملة إسمية بدأت بإسم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة أدخلنا عليها علمت أن المسلم صادق هل حدث تغيير؟ نعم المسلم كانت مرفوعة أصبحت منصوبة صادق مرفوعة كما هي مرفوعة من خلال إن وأن هذه من الحروف الناسخة دخلت على الجملة الإسمية نصبت المبتدأ أصبح منصوبا ويسمى اسمها والخبر كما هو مرفوع ويسمى خبرها إذن تدخل الحروف الناسخة على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ أن يصبح منصوبا هكذا ويسمى اسمها المؤمن اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وترفع الخبر مجاهد كما هي خبر ولكن يسمى خبرها مجاهد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم كذلك في أن علمت أن المسلمة المسلمة اسم إن اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة صادق خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضم أخيرا نقول الحروف الناسخة مثل إن وأن حروف الناسخة تدخل على الجملة الإسمية تحدث تغييرا ما الذي يحدث تنصب المبتدأ ويسمى اسمها اسم إن وترفع الخبر ويسمى خبرها خبر إن الآن ماذا تفيد إن وأن أي ما معنى إن وأن ماذا تفيد في الجملة نفهم منها إذا دخلت إن وأن على الجملة تفيد كما درسنا من قبل التوكيد إن وأن تفيد التوكيد أي تؤكد الكلام المؤمن صادق إن المؤمن صادق يؤكد كلامي المؤمن إن المؤمن صادق أي إنه مؤكد صادق إن المسلم صادق أؤكد أن المسلم صادق ندخل إلى مثال آخر عبر عن هذه الصورة بجملة مناسبة كما ترى جندي يحمل سلاحا اقرأ معي كأن الجندية أسد في المعركة استخدمت هنا كأن لتفيد التشبيه شبهت الجندي بالأسد إذن كأن تفيد التشبيه وهي أيضا من الحروف الناسخة ما بعدها الجندي اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أسد خبره كأن مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إذن من الحروف التي درسناها إنه أن للتوكيد كأن للتشبيه مثال آخر اقرأ معي بارك الله في الآباء والأمهات ليت الآباء لا يشيبون ولا يمرضون ولا يحزنون ولا يرحلون هنا استقدم ليت ليت هنا ماذا تفيد؟ تفيد التمني يتمنى أن لا يشيب الآباء ولا يمرضوا ولا يحزنوا ولا يرحلوا هذا أمر مستحيل لأننا كلنا راحلون إذن ليت تفيد التمني والتمني استحالة الحدوث اقرأ معي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل لعل الله يحدث أي أرجو إذن لعل هنا تفيد الترجي والترجي أي رجاء حدوث الفعل إذا دخلت على مريض قل له أرجو لك الشفاء ولا تقول أتمنى لك الشفاء أتمنى استحالة الشفاء أما أرجو أرجو لك أي طلب الشفاء قريبا بإذن الله اقرأ معي هذه الجملة وتغيب عني صورة لكن روحك لا تغيب مثل الصباح تعودني والصبح في عيني قريب هنا يقول لأمي أو هي تقول لابنها وتغيب عني صورة تغيب صورتك عني ولكن تستدرك كلامها تستدرك كلامها حتى لا يتوهم السامع الكلام السبق فقط أي تقول تغيب عني صورة أي نعم تغيب صورتك ولكن استدراك الكلام استدراك ما فات ولكن روحك لا تغيب تغيب صورة فقط لكن روحك لا تزال في ذهني وفي قلبي وفي عقلي إذن هنا لكن إن تفيد الاستدراك استدراك الكلام من خلال ما سبق أعزائي الطلاب إن واخواتها أو الحروف الناسخة ستة حروف إن أن كأن لكن ليت لعل ومعانيها كما درسنا إن أن للتوكيد لكن الاستدراك كأن التشبيه ليت التمني لعل الترجي نتدرب على هذا المثال حدد الحروف الناسخة ومعناها فيما يلي ليت الشباب يعود يوما ما الحرف الناسخ هنا؟ نعم أحسنت ليت ماذا يفيد؟ يفيد التمني يتمنى أن يعود الشباب هل الشباب يعود؟ لا يعود يتمنى شيئا يستحيل حدوثه كما قلنا التمني استحالة حدوث الفعل نأتي إلى هذا التقييم وهذا السؤال حدد الحرف الناسخ ومعناه فيما يلي لعل الخير ينتشر أين الحرف الناسخ؟ نعم ممتاز لعل معناه يفيد الترجي أي يرجو انتشار الخير إلى هذا النشاط نريد هنا أيها الطلاب أن نطابق الجمل بما يناسبها لعل تدل على ليت تدل على كأن تدل على إن وأن تدل على لعل على ما تدل نعم للرجاء أحسنت ليت نعم للتمني كأن ممتاز للتشبيه كما قلنا كأن الجندي أسد إن وأن للتوكيد إجابة رائعة بارك الله فيك افتح معي الكتاب واجب عن هذين التدريبين اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية الجملة التي تحوي حرفا ناسخا هي إن تتقن وحب أن لعل في الأمر خيرا إن أنت ماذا تجيب؟ نعم أحسنت لعل في الأمر خيرا لماذا أسد لم تختر ما سبق؟ إن أن إن هذه ليست من الحروف النسخة لابد أن تكون إنا أو أنا وليست إن أو أن السؤال التالي إحدى الجملة الآتية كتبت بشكل صحيح لعل المطر نازل إن طلب العلم فريضة أعلم أن الطالب مجتهدا إذن الروبوتات مغرية لكن التحكم فيها مطلوبا ما الجملة الصحيحة؟ ما بعد الحرف الناشخ لابد أن يكون منصوبا وخبره مرفوع إذن الجملة الصحيحة هي إن طالب العلم فريضة طالب اسم إن منصوب وعلامة رسميه الفتحة الظاهرة فريضة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة نأتي إلى اختام الدرس حدد الحرف الناسخة ودلالته في الجملة الآتية كأن العلم نور ما الحرف الناسخ؟ أنه والدلالة يفيد التشبيه ولا ننسى أن نجيب عن الواجب في الموقع الإلكتروني والسلام عليكم ورحمة الله مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية